موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وإليكم العنوين موسيقى العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تدخل يومها الثاني انفجارات وقتال على مشارف كييف والجيش الأوكراني يبدأ مرحلة الدفاع عن العاصمة ويدعو السكان لحمل السلاح موسيقى الرئيس الأوكراني يدعو إلى الحوار وبوتين يستجيب والكريملين يشترط نزع سلاح كييف موسيقى وفي النشر عقوبات واسعة النطاق على روسيا ومجلس الأمن يلتائم في محاولة للتصويت على مشروع قرار يدين الهجوم الروسي موسيقى موسيقى وفي النشرة أيضا الخارجية الجزائرية تطمئن أفراد جاليتها المقيمين في كييف وتؤكد حرصها التام للعمل وتضافر الجهود من أجل سلامتهم موسيقى إلى التفاصيل ينعقد في الأثناء مجلس الأمن الدولي في جلسة لتباحث مستجدات الأزمة الأوكرانية وفشل المجلس في اعتماد قرار بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا بعد استخدام المندوب الروسي حق النقد يأتي هذا بعد طرح الولايات المتحدة وأوكرانيا وبعض الدول الأخرى على المجلس مشروع قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العسكريين الأوكرانيين إلى تولي السلطة في كييف والإطاحة بالرئيس فلاديمير زيلنسكي في وقت سمع دوي انفجارات بوسط العاصمة الأوكرانية كييف بالإضافة إلى التسجيل دخول بعض المدرعات الروسية إلى الأحياء الشمالية ما أسفر عن وقوع اشتباكات مع القوات الأوكرانية يوم آخر من الحرب في أوكرانيا وبوتين يمضي في عملياته العسكرية غير آبهم بحجم التنديد الدولي والتهديد بالعقوبات الاقتصادية الغربية القاسية 24 ساعة كانت كافية لوصول القوات الروسية إلى مشارف العاصمة كييف حيث تشير تقارير إعلامية إلى اندلاع اشتباكات في المناطق الشمالية بين القوات الروسية والجنود الأوكرانيين في وقت دوت فيه الانفجارات وسط العاصمة في الأثناء يدعو بوتين العسكريين الأوكرانيين إلى تولي السلطة في كييف ويحرضهم على الإطاحة بالرئيس فلاديمير زيلنسكي أمام هذه التطورات تعلن وزارة الدفاع الأوكرانية عن نقلها أرتالا من المركبات العسكرية إلى العاصمة للدفاع عنها في قضون ذلك يعلن الجانب الروسي سيطرته على مطار جوستوميل القريب من كييف بعد عملية إنزال استخدم فيها طائرات الهليكوبتر أجرت القوات المسلحة الروسية بنجاح عملية إنزال للقوات المشتركة بالقرب من مطار جوستوميل في ظواحي كييف وشاركت أكثر من مئتي طائرة هليكوبتر روسية في العملية وقد تم ضمان نجاح عملية الهبط تطورات قررت على إثرها السلطات الأوكرانية تسليح المدنيين للمشاركة في عملية صد تقدم القوات الروسية خاصة بعد الاستياء الذي أبداه الرئيس الأوكراني مما أسماه تخلي الغرب عن أوكرانيا والاكتفاء بالمشاهدة قال ما أنا مؤسسات الدولة في أوروبا ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ قرارات قوية حقا يمكن لكل أوروبي في عاصمة بلاده القدوم بالفعل إلى صفاراتنا وتقديم المساعدة أطلب أيضا من حكوماتكم أن تقدم المزيد من المساعدات المالية العسكرية إلى أوكرانيا في الأثناء دفعت الاشتباكات المسلحة المدنيين الأوكرانيين إلى الفرار من المناطق القريبة من خطوط النار إلى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا بينما حذرت وكالة اللاجئين الأممية من أنه من المتوقع أن يصل عدد اللاجئين إلى خمسة ملايين شخص هذا وأكد الرئيس روسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو للتفاوض بشكل رفيع المستوى مع أوكرانيا وحسب مصادر إعلامية فإن التصريحات جاءت خلال محادثة هاتفية أجراها الرئيس روسي مع ناظره الصيني شيجين بينغ من جهته قال الرئيس والصيني أنه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بكين تدعم موسكو في جهودها لحل الأزمة الأوكرانية عبر الحوار في السياق أعلنت رئاسة روسيا أنها اطلعت على تصريح الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي حول استعداده لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا معتبرة إياه خطوة إيجابية وافق رئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلق مفاوضات حول وقف اطلاق النار وإحلال السلام ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرجي نيكيفروف فزيلنسكي وافق على اقتراح رئيس روسيا وخلال الساعة القادمة سوف يناقشوا الطرفان مكان وزمان المفاوضات من جهته قال وزير الخارجية روسي سيرجي لافروف إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هدفها تمكين الأوكرانيين من التحرر من الاضطهاد والتقرير مستقبلهم بحرية تصريح لافروف جاء خلال اجتماع مع نظيره في جمهورية لوغانسك الشعبية ونائب وزير الخارجية في جمهورية دوناتسك الشعبية في موسكو لافروف اتهم الغرب بأنه ينفي حقيقة الإبادة الجماعية في أوكرانيا وأنه وقف مع كييف في مسعاها لعرقلة وتدمير اتفاقيات مينسك وقال لافروف إنه على أوكرانيا أن تختار مستقبلها مشككا في استقرار الدولة الأوكرانية أمام جميع التدخلات العسكرية الغربية وأضف أنه يجب على الشعب الأوكراني أن تتاح له فرصة الاختيار وأشار خلال مؤتمر صحفي بموسكو إلى التدخلات الغربية السابقة في يغزلافيا والعراق وفي ليبيا وقال إنها تسببت في سقوط آلاف الضحايا باسم تعزيز الديمقراطية مؤكدا أن موسكو لا تريد احتلال أوكرانيا بل نزع سلاحها اتهمى وزير الخارجية الفرنسية جونيف لودريون رئيس روسي فلاديمير بوتين بمحاولة إزالة أوكرانيا من خارطة الدول وأشار المسؤول الفرنسي أن العقوبات التي ستقرها بلاده على روسيا ستكون صارمة وقوية حسب قوله واعتبر لودريون أن روسيا ستستعمل دونباس كمبرر لشلن هجوم عنيف على سيادة أوكرانيا وحسب متابعين فإن العقوبات التي لم تعلن عنها فرنسا بعد على روسيا ستتمثل في تجميد أرصيدة مسؤولين روس وشركات روسية أقر زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماع القمة الطريقة للاتحاد في بروكسل فرض حزمة من العقوبات الإضافية على روسيا تشمل مجالات الطاقة والتمويل والنقل وسياسة التأشيرات من جهته ندد زعماء بشدة في بيان لهم بالهجمات الروسية على أوكرانيا وتحميل موسكو كامل المسؤولية عن الأضرار والخسائر البشرية في أوكرانيا وأضف البيان دعوة روسيا إلى وقف كافة أعمالها العسكرية وسحب قواتها بشكل غير مشروط أعلنت الخارجية والتركية أن أنقرة لا تستطيع تلبية الطلب الأوكراني بمنع السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور والدردانيل جاء ذلك وفق تصريحات إعلامية لوزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو الذي قال إن بلاده تدرس طلب كييف لكنه أضاف أن لروسيا الحق بموجب اتفاقية مونترو لعام الفين وتسعمائة وستة وتلاتين في إعادة السفن إلى قواعدها الأصلية وهي البحر الأسود في هذه الحالة وعلى صعيد تطورات الأزمة خرج آلاف المتظاهرين في كبرى العواصم العالمية في احتجاجات ضد ما اعتبره غزوا روسيا على أوكرانيا المتظاهرون رفعوا شعارات منددة بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمساعدة كييف ودعمها لم تمضي ساعات كثيرة على بداية العملية العسكرية الروسية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا حتى خرج المتظاهرون في عدد من العواصم العالمية لتنديد والتعبير عن رفضهم للخطوة الروسية واحتشد المئات في العاصمة موسكو ومدن أخرى حاملين شعارات منددة بالحرب غير أن الشرطة الروسية احتجزت منهم الكثير صدى الرفض تردد بمحيط الصفارة الروسية بعدد من المدن في واشنطن ونيويورك وبالين ولندن ومدريد وأنقرة وجناب وتوكيو وغيرها فأمام محيط الصفارة الروسية في واشنطن احتشد عشرة المتظاهرين وهم يصرفون مطالبين بإيقاف العدوان الروسية على أوكرانيا أما بنيويورك فقد رفع نضراؤهم علما ضخما لأوكرانيا في تايم سكوير بمنهاتا فيما طلب مواطنون أوكرانيون وأمريكيون الأمم المتحدة القيام بدور أكبر بشأن العملية العسكرية الروسية أوقفوا غزو روسيا، أوكرانيا ستقاوم، القرم تابعة لأوكرانيا أوقفوا الحرب، احموا أوروبا، كلها شعارات عددت في ألمانيا وكذلك ناد بها متظاهرون في إسبانيا، ولندن، وتركيا أما بجناب فقد نظمت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية خارج المقر الأوروبي للأمم المتحدة مظاهرة منددة بما وصفته تهديد بوتين باستخدام الأسلحة النووية شوارع بيروت، ستوكهولم، توكيو، بروكسل وأمستردام هي الأخرى شهدت مظاهرات مناهضة للغزو الروسي على أوكرانيا فيما ينتظر أن تتواصل الاحتجاجات الرافضة للعملية العسكرية على مجال أوسع عبر دول العالم بعد دعوات التظاهر التي أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي يعتبر حلف شمال الأطلسي من أقوى التحالفات العسكرية غير أن الحرب العالمية الثانية شهدت ميلاد العديد من التحالفات والتكتلات العسكرية المنافسة بعضها نهار بنهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي وبعضها الآخر ما زال يحدد بنسبة كبيرة معالم النظام العالمي إجماع لدى الإنسانية أن أكثر الحروب فتكا بالبشر وأثقلها حصيلتنا هي الحرب العالمية الثانية بعد أن موازين القوى في الصدامات العسكرية وتحديد مسار المعارك بين منهزمنا يتحمل التداعيات والإنعكاسات ومنتصرنا ينهال بالعقوبات على الخصوم ويبسط عليهم نفوذه اقتصاديا وعسكريا تحددها بشكل كبير التحالفات العسكرية الحرب العالمية الثانية ببشاعتها التي تدوقت كل البشرية نصيبا منها حملت نهايتها ميلادتك الثلاتين ولعل أقواها على الإطلاق وارسو والنيتو من رحم حرب اكتوت بها البشرية التي لم تستكمل بعد عد ضحاياها أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا عن إبرام اتفاقية دونكاركا عام 1947 بهدف إخماد أي عدوان يشتعل مجددا من رماد النازية وكانت اتفاقية دونكاركا اللبنة الأولى لميلاد حلف شمال الأطلسية بعد انضمام 12 دولة دفعة واحدة عام 1949 وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي ستدخل بعد حين في صراع على زعامة العالم مع الاتحاد السوفياتي وعلى الضفة الأخرى من المنظومة العالمية أعلنت موسكو عام 95 تسعمائة وألف وفقة سبع عواصم شيوعية عن ميلاد حلف وارسو غير أن الأحداث المتسارعة في بداية تسعينيات القرن الماضي مهدت لتفكك الحلف وانضمام دوله إلى النيتو وآخر تلك الدول أوكرانيا التي تطمح اليوم إلى مقعد في الحلف عقيدة الدفاع الجماعي انتشرت بسرعة أيام الحرب الباردة حتى وصلت إلى دول جنوب شرق آسيا التي أعلنت نهاية خمسينيات القرن الماضي بالعاصمة الفلبينية مانيلا عن ميلاد مجموعة دفاع تمثل امتدادا للنيتو يمنع تحقيق الشيوعية مزيدا من المكاسب في القارة الأسيوية كأنها سخرية التاريخ لما تعود بالإنسانية إلى الوراء وتستحضرها واجسا دلاء حرب عالمية ثالثة بنفس مهالك الأولى والثانية لا تبدو الحرب في أوكرانيا مرشحة لاكتفاء موسكو بعمليات عسكرية في دونباس أو لوجانسك أو دونيسك أو حتى في كييف بل إن مكاسب الروس في أوكرانيا قد تجعلهم يتطلعون إلى ما هو أبعد وأكثر دفعا لخطر تمدد النيتو وليس بالغريب إن تشوفت روسيا بوتين نحو استرجاع أمجاد الاتحاد السوفياتية الذي تكون فيه رجل الكريملين القوي وكان شاهدا على تفتوته بالمناسبة وأمام رد غربي وصفته كييف بالمتباطئ المحتشم الذي لا يرقى إلى مستوى الاندفاع الروسي على الأراضي الأوكرانية مراقبون يرجحون أن أكبر مخاوف الغرب هي ميلاد تحالف عسكري جديد بين روسيا والصين يقلب الموازين ويطبق على الأحاديات القطبية بين الدفاف كتب التاريخ نبقى في أخبار الأزمة الأوكرانية كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن محادثات أمريكية مع كبار منتجين نفط لضمان تدفق الإمدادات ضمن ما أسماه محاولة واشنطن منع ارتفاع أسعار الخام من خلال الاستعانة بالاحتياطات النفطية الاستراتيجية لقد قررنا حزمة من العقوبات وسنوظفها بطريقة مثلة نحن نعمل مع جميع البلدان في العالم المنتجة للطاقة وستستعين الولايات المتحدة بالاحتياطة النفطية الاستراتيجية بضخ براميل إضافية لدعم الطاقة وسنحاول منع ارتفاع أسعار النفط هذا وتتردد أصداء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الداخل الأمريكي حيث يواجه أكبر اقتصادات العالم معضلة ارتفاع تكاليف الطاقة إلى الضفة الأخرى من الأطلسي وصلت سريعا شضايا الخرب المندلعة على خط التماس بين روسيا والغرب وفي الداخل الأمريكي هواجه ارتفاع أسعار أعباء الطاقة سبق تنباء المستجدات الميدانية للعملية العسكرية الروسية في الأرض الأوكرانية الأزمة والأوكرانية لن تؤثر على أمريكا فقط بل ستؤثر على أوروبا كلها لأن سعر الوقود سيرتفع وعندما يرتفع كل شيء فإنه يؤثر على مستوى المعيشة سيكون تضخم مرتفعا سيكون سائق سيارات الأجرة الأكثر تضررا لأنها مصدر رزقنا عليهم أن يفعل شيئا كما تعلمون كل شيء له تكثف إذا لم يتحركوا فإن روسيا ستفعل شيئا نفسه قد يكون الأمر مثل حرب عالمية ثالثة قادمة لأنها ستؤثر على العالم بأسله عبد الله ومن أمثاله من سائق سيارات الأجرة خارج من محطة القطار الرئيسية في واشنطن ليس الوحيد المتخوف من تفاقم تكاليف أعباء الوقود فزميله في المهنة عباس يقر بارتفاع استبق حتى ندير الحرب بشرق أوروبا بأسبوعين لقد بدأ بالفعل في الارتفاع منذ أسبوعين دفعت عادة ثلاثة فاصل خمسة وعشرين دولارا مقابل الوقود نعم ثلاثة فاصل خمسة وعشرين دولارا اليوم ثلاثة فاصل ستة وستين دولارا غير بعيد من المكان ستصطف العشرات من الشاخنات العملاقة بمنطقة استراحة في مقاطعة جيسوب هنا نفس المخاوف تسيطر على وارتا محملا الحكومة الأمريكية مسؤولية مآلات الأوضاحة بالنسبة لأوكرانيا زيادة وسعر الوقود وكل شيء آخر لا أفهم لماذا يجب أن يرتفع السعر من المفترض أن يكون لدينا كل هذه الوفرة من الوقود هنا في أمريكا من المفترض أن نكون مكتفين ذاتيا لذلك لا أفهم لماذا سيرتفع السعر لا أعرف ارتدادات والحرب الأوكرانية تطل على داخل الأمريكي عبر نافذة الاقتصاد لتراكم من متعب أكبر اقتصادات العالم مع معدلات التضخم القياسية وغير المسبوقة منذ أربعة عقود تشهد جل المدن الكبرى شرق أوروبا تفاقم أزمة ندرة المواد الاستهلاكية وغلق معمم للمحلات التجارية ما يتسبب في تشكيل طوابير طويلة أمام الصرفة الآلية أينما وليت وجهك في العاصمة كييف إلا وبدت لك مظاهر الندرة وأزمة الإمدادات المتفاقمة في أكبر المدن الأوكرانية فساعات عن شروع روسيا فيما تسميه بالعملية العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية كانت كافية أن تشكل طوابير طويلة لا متناهية أمام الصرفات الآلية لصحب الأموال مشاعري مروعة لم يتوقع أحد مثل هذا الموقف أتمنى أن يساعدنا الله في إيقاف هذا كله مرة واحدة أطلق النار علينا وسيقع كل شيء عليه جولة قصيرة عبر شوارع كييف تظهر لجوء شبه معمم لتجار المدينة للاكتفاء بالحد الأدنى من الخدمات فجل المحلات وحتى مساحات تجارية كبرى موسدة أمام الزبائن المتعطشين لاقتناء كل شيء كنت أفكر في إمكانيتي أن تبدأ لكن لما توقع أن تكون الآن ولا أعرف ما سيحدث بعد ذلك أنا أعلم أن الجيش كان يستعد لذلك وأعتقد أننا نستجيب نحمي أنفسنا وربما بمساعدة الدول الغربية سيتحصن الوضع ويستقر لكني لا أعتقد أنه سينتهي بسرعة كبيرة الصيدليات لم تسلم هي الأخرى من موجة الإقبال والتهافت في ظاهرة يعتبرها الكثير من الأوكرانيين وليدة الأخبار الزائفة سنؤمن بقوة أوكرانيا فلا داعي للذعر وسنتحقق من المعلومات لكن هناك الكثير من الأخبار المزيفة ليس لدي أي نية للتحرك ذات المشاهد تتكرر هنا بمحطات الخدمات والوقود فلا شيء متاح والبحث عن المواد الأساسية باتت مهمة عصيرة وقد تكون مستحيلة مع تسجيل ندرة في كثير من المواد إلى أخبار الرياضة الآن توالت ردود فعل كبار الشخصيات والفاعلين في عالم الرياضة بصفة عامة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي وقفت فيها الرياضة لتثبت أنها ليست بمنأة عن السياسة تدعاية العملية العسكرية على أوكرانيا القت بظلالها على رياضة عامة وكرة القدم بصفة خاصة فمع تسارع الأحداث والمسجدات تسارعت معها ردود الأفعال بين متحفظ ومدين فمن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يغفر إيجيانيان فانتينو قلقه من الوضعية التي ستلقي بظلالها المباشرة على الساحرة المستديرة خاصة مع قرب موعد مباراية السد المؤهلة لكأس العالم قطر الفين واثنين وعشرين ومع إعلان ثلاثة بلدان عن رفضها اللاعب بالأراضي الروسية مهما كلف الأمر ويتعلق الأمر ببولونيا منافس الدب الروسي المقبل على ورقة المونديال بالإضافة لكل من السويد هو التشيك كما يعلم الجميع هذا الصباح كنت مثلكم تحت الصدمة جراء ما رأيناه نحن جد قلقين جراء هذه الحالة وكان يجب ذكر هذا الموضوع في اجتماعنا اليوم في هذه النقطة الفيفا توضح وتتمنى أن تعود المياه إلى مجاريها في أسرع وقت وعودة السلام إلى أوكرانيا الاتحاد الأوروبي هو الآخر كان طرفان حين انصع لضغوطات الغرب وسرع إلى قرار السحب نهائي ذات الأذنين من سان بيترز بولغا روسيا وترسيمه بمالعب سان دوني بفرنسا التجاذبات لم تنحصر بين الهيئتين الكرويتين بل كذلك السطير ومشاهير كرة القدم كان لهم رأي ويتعلق الأمر بالنجم العالمي ومدرب أوكرانيا السابق أندري تشيفتشينكو الذي علن عن دعمه المطلق لبلاده في هذه المرحلة عبر تغريدة له صور تضامن الأوكرانيين مع بلادهم ظهرت في مباريات ربطة الأبطال كان ذلك حين ارتفع شعار الجيش الأوكراني مع تسجيل رومان ياري موشوك لعب بنفيك البرتغالي هدفه في شباك آياكساميستردام الهولندي هي أبرز ردود الأفعال التي تلت الأزمة الروسية الأوكرانية تثبت أن الرياضة ليست بمعزلين عن العالة أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل مباراة نهاء دور أبطال أوروبا من مدينة سان بيترسبورغ روسيا إلى ملعب فرنسا الدولي في باريس على خلفية الأحداث الروسية الأوكرانية وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه إن لجنته التنفيذية عقدت اجتماعا استثنائيا في أعقاب التصعيد الخطير للوضع الأمني في أوروبا مع الحفاظ على التاريخ القديم للنهائي وهو الثامن والعشرين من ماي المقبل وبالعودة إلى أخبار السياسة في الأزمة الأوكرانية وفي تصريح له منذ قليل نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني فورودومير زيلانسكي قال إن الجيش الروسي سيحاول مهاجمة كييف والسيطرة عليها ليلا مع استمرار القتال في العاصمة كييف يجب أن أقول هذا بصراحة الليلة ستكون أصعب من اليوم العديد من مدن ولايتنا تتعرض للهجوم شير نيجيف سومي خاراكيف رجالنا نساؤكم في دونباس مدن جنوب أوكرانيا اهتمام خاص على كييف لا يمكننا أن نخسر رأس المال إنني أتطلع إلى المدافعين لدينا رجالا ونساء على جميع الجباهات الليلة سيستخدم العدو كل القوات الموجودة تحت تصرفه لتحطيم دفاعنا بطريقة قاسية وغير إنسانية الليلة سيحاولون الاستيلاء على كييف تي نوش وانا يبدو تنشطر نهاية النشرة شكرا على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر